انتصر الحق على الباطل وللحقيقة تتم بيان صادر عن الجماعة الرهبانية المارونية رسالة حيات احذر الناس سيسلمونكم الى المحاكم ويجلدونكم في مجامعهم وتساقون الى الحكام والملوك من اجل لتشهد لديهم ولدى الوثنيين فلا يهمكم حين يسلمونكم كيف تتكلمون او ماذا تقولون فسيلقى اليكم في تلك الساعة ما تتكلمون به فلستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم يتكلم بلسانكم متى 10-16-20 هاليلولا اليوم 9-1-2020 وبعد ان استكملت النيابة العامة التمييزية تحقيقاتها المسهبة والواسعة واستمعت الى العائلات والاحداث والشهود واطلعت على محاضر التحقيق والافادات والصور والاقراس المدمجة واستعانت بالمباحث المركزية تهت بعد ان ثبت لديها براءت وعدم صحة كل ما نسب الى الجماعة الرابنية المارونية رسالة حياة من افعال مشينة موصوفة بالجرمية وهي الاتجار بالاطفال والتحرش الجنسي والضرب والتعنيفي واطعام الاولاد المأكلات الفاسدة وعرض افلام اباحية وسور خلاعية امامهم فبعد كل التحقيقات ثبت وتأكد التالي ان جماعة رسالة حياة بريئة من كل هذه الافعال التي نسبت اليها سواء في الاعلام او في القرار القضاء تاريخ 6-12-2019 الصادر عن حضرة قاد الاحداث في بعبده وانه بنتيجة تحقيقاتها احالت الملف كاملا الى جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وطلبة واحد الادعاء على جماعة رسالة حياة بجنحة المادة 380 من قانون العقوبات وهذه المادة تعاقب من يقاوم قرارا قضائيا ذلك على خلفية الاحداث التي تمت في يوم 6-12-2019 اي عندما امتنعت رسالة حياة عن تسليم الطفلين الرضيعين لانها وصية عليهم بموجب مرسوم وصاية صادر لها عن المحكمة الروحية المختصة لهذا لم تسلم الطفلين لانها تلتزم بقرار المحكمة الروحية وهي مسؤولة امامها فاختارت ان تساق للتوقيف دون ان تخالف القرار الكنسي اثنين الادعاء على احد الموجودين لدى جماعة رسالة حياة بجنحة المادة 519 من قانون العقوبات التي تعاقب من يرتكب افعال منافية للحياة وهنا يجدر التوضيح والتفريق بين التحرش الجنسي والفعل المنافي للحياة فشتان ما بين هذا وذاك وفي الحالتين فان الادعاء وجه الى شخص ولم يوجه الى جماعة رسالة حياة ويبقى ان المتهمة بريء حتى تثبت ادانته اذ النيابة تطلب الادعاء للشبهة ويبقى الحكم النهائي كلمة الفصل والادانة اذا الحقيقة التي ظهرت بنعمة ربنا ثبت للجميع ان جماعة رسالة حياة كانت وستبقى في اديرتها موقعا حصينا للمحبة والسلام والشرف والكرامة واسوارها ستعلو وترتفع ولن يقوى عليها لا فساد بعض الاعلاميين ولا شرهم ولا حقدهم تجاه كل افعال المحبة التي تلتزم بها الجماعة كخط نمطي اعتنقته ان الجماعة تدرس اليوم بكل ثقة وامانة الخطوات والاجراءات القضائية التي يجب ان تبادر اليها لتحميل المسئوليات لمن اساء اليها لان هذه الاساءة نالت من الاف الاشخاص والعائلات التي دأبت الجماعة على مساعدتهم فطالتهم الاساءة الامر الذي آلمها وآلمهم فواجب الحساب ضرورة ويجب ان نكون دوما مستعدين للدفاع عن كل حق اينما وجد واتكالنا على الرب الوحيد المعين لتخطي كل تجربة وشدة فكما نحن جديون في رسالتنا سنثبت جديتنا في ملاحقة من اساء الى الحق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر